وافدوا العشرات من أبناء الجاليات المسلمة على السفارة العراقية في أستراليا بغرض الحصول على تسهيلات تسمح بزيارة العتبات المقدسة في العراق قبل حلول شهر رمضان المبارك لدينا جالية عربية مسلمة كبيرة هنا في سيدني أو أستراليا نقدم لهم فيزا سما الدخول الدينية عندنا تكثر طبعا هي طول السنة موجودة لكن تكون بكثرة قبل رمضان أو قبل عاشورة طبعا تجينا موافقة احنا للشخص أو المواطن تجينا من بغداد فاحنا على ضوءها نمنح الفيزا الدينية اللي يتكون مدتها الستين يوم طبعا لا أستطيع الانتظار أكثر لزيارة العراق والأماكن المقدسة في شهر رمضان المبارك وزيارة كربلا المقدسة ورؤية الإمامين الحسين والعباس عليهم السلام من الجالية والمسلمين والعرب يتوافدون هنا إلى حصون على تسيلات والذهاب إلى العراق والتقاء بها لهم واصدقانا وحتى يحيون رمضان احنا هنا باستراليا مثل ما بالعراق شون نحضر نكون مساعدين لرمضان احنا أهم نساعد هنا حتى نشوف الأقارب نسوي أمسيات رمضانية وبعدين أنا شنت والله لازم ردت أجي وأنا بدي قالت ماما مش دا روح للعراق حتى نحيي رمضان بالعراق بس ما صارت الظروف السفارة العراقية فضلا عن قنصليتها سعت إلى تدليل كل العقبات أمام الراغبين بالسفر إلى العراق لا سيما وأن الحكومة العراقية منحت كل التسهيلات بهذا الصدد بخصوص جراءات السفر الآن إلى العراق باتت جدا بسيطة بإمكان حملة الجوازات الاسترالية والينيوزلندية التوجه مباشرة إلى المطارات العراقية ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك توجد في الساحة الأسترالية عداد كبيرة من المسلمين من جنسيات عربية وأجنبية يراجعون القنصرية لغرض للحصول على سمات دخول للزيارات الدينية وغيرها وبدورنا نقوم بمفاتحة مركز الوزارة لاستحصال السمات من قبل وزارة الداخلية لتسهيل أمورهم ويتم منحهم من قبل القنصرية يذكر أن العراق يعد من البلدان التي تتمتع بالسياحة الدينية المتميزة نظرا لوجود العديد من المراقض والمزارات والأماكن الأثرية وهي عوامل جذب السياح من أستراليا وبقية بلدان العالم لقناة العراقية سارة محمد ترجمة نانسي قنقر